نجحت مصر في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء بعد إدماجها في قلب عملية تنمية شاملة بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها وأحدثت تلك الطفرة غير المسموقة ومشروعات عملاقة للتنمية والتعمير على أرض سيناء ومدن القناة واقع متميز وملموس على أرض سيناء نجحت الدولة المصرية في إنجازه بتوجيهات من الرئيس السيسي بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعيدة كافة خلال عقد من الزمن تنمية شاملة جاءت بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أشار في تقرير له الرؤية الدولية لتطوير سيناء ومدن القناة والتي تشمل مجموعة إكسفورد للأعمال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في مصر والحكومة البريطانية والعديد من الإشادات المختلفة من المؤسسات الدولية وتنوعت الإشادات الدولية بالمشاريع السياحية بأرض الفيروز من بينها مشروع التجلد الأعظم والتي تهدف إلى تطوير المواقع في شبه جزيرة سيناء لجذب السياحة الروحية والترفيهية إلى المنطقة مروراً بالتطور في قطاع الطاقة حيث تمت الإشادة كذلك بمحطة الألواح الشمسية في مطار شرم الشيخ الدولية باعتبارها شهادة على الالتزام بتعزيز حلول الطاقة المستدامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي الأخرى عكست الرؤية الدولية باعتبارها دليلاً على جهود مصر لتصبح لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي حيث تم إنشاؤها لتكون بمثابة مركز للتجارة الدولية والابتكار والتصنيع وأصبحت كذلك جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين وحافزاً للنمو الاقتصادي في مصر واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أهم الاستثمارات والمقاومات الصناعية الضخمة بسيناء ومدن القناة حيث زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو عشرة أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023-2024 مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013-2014 فضلاً عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018 و180 فرصة صناعية كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة وهكذا فقد شهدت أرض الفيروس خلال السنوات الماضية قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية علاوة على تعزيز الاستثمارات في الطاقة الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية